نظم متطوع جمعية لاينز كلوب الدولية منطقة 416 المغرب عدة فعاليات سوسيوطربوية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية بمنطقة الرمامحة التابعة لجماعة سيدي حيازعير كما أنجزوا أشغالا لتعزيز البنية التحتية ودعم التجهيزات إننا نتواجد اليوم في هذه المدرسة من أجل حفر بئر وتهيئة نافورة ومساحة خضراء في إطار التحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة إننا نؤمن في لاينز كلوب بشعار وقتما استدعت الحاجة هناك دوما أسد منا لتقديم المساعدة ولذلك نحرص دوما على أن نكون حاضرين وأن نلبي أي احتياج حيث ما وجد قدرنا شاركة مع المدير الإقليمي ليش جعنا وفرنا قاعد الوسائل باش نجي ونقوموا بأعمال وأنشطة اجتماعية وتميزت هذه العملية التعبوية التي تزامنت مع زيارة سيد كريم السقلي حاكم المقاطعة 416 المغرب للمنطقة الثانية بتدشين فصل دراسي مخصص للتعليم الأولي هذه المبادرة كلها هي كتأتي في إطار يعني الدعم لكي تقوم به الفعالية دي المجتمع المدني كذلك هو كيأتي في إطار المجهودات دي الوزارة التربية الوطنية من عجل تنزيل دي المقتضيات المشروع السادس دي المندمج بلنا أولينا مرافق صحية والتي تعتبر العمود الأساسي لأن تلامد العالم القراوي يعني قلسوا مدة أطول في المؤسسة وكتشجع مدروس الفتيات في العالم القراوي وبنفس المؤسسة قام أعضاء لاينز كلوب بتجهيز فصلين دراسيين بالإضافة إلى توزيع نظارات طبية على أزيد من ثلاثين طفلا وكذا تسليم عدة لتنظيف الأسنان مع الحرص على توعية الطلاب بأهمية العناية بصحة الفم لا قد قامت جمعيتنا بتأهيل وتهيئة قاعتين بهذه المدرسة عن طريق تزويدهما بطاولات وكراسي وقد عبر تلاميذ مدرسة الرمامحة في ختام هذا اليوم التضامني عن سعادتهم الغامرة بالحلة البديعة التي بدت عليها مؤسستهم معبرين بتلقائية عن امتنانهم لكافة المتطوعين الذين قدموا يد المساعدة لأطفال يعانون في صمت